هنا في السفارة الإيرانية في ألبانيا أقدم دبلوماسيون إيرانيون على حرق وثائق قبيل مغادرتهم البلاد بشكل نهائي بعد أن قرر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران إثر اتهامها بشن هجوم إلكتروني على منشآت الدولة وأكد رئيس الوزراء أن الهجوم السبراني هدد بشل الخدمات العامة ومحول أنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقات المراسلات الداخلية الحكومية إضافة إلى إثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد في المقابل تنفي السلطات الإيرانية اتهامة ألبانيا وتقول إنه لا أساس لها من الصحة قطوة ألبانيا تجاه إيران وجدت ترحيبا شديدا من قبل الإدارة الأمريكية التي وعدت باتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران التي تهدد أمنا دول حليفة وفق تعبيرها وكشف البيت الأبيض أن حلفاء نيتو بصدد اتخاذ قرار للرد على الهجمات السبرانية من إيران بعد الهجوم على ألبانيا بما في ذلك تفعيل المادة الخامسة مؤكدا أن دور واشنطن والنيتو هو دعم جهود ألبانيا ومساعدتها على تقوية قدراتها لصد الهجمات السبرانية وتحميل تهران مسؤولية تلك الهجمات يشار إلى أن هناك توترا سابقا في العلاقات بين البلدين على خلفية استقبال ألبانيا نحو ثلاثة آلاف عضو من منظمة مجاهد خلق الإيرانية المعارضة ترجمة نانسي قنقر